حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي واللي بتتابع عمليات تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة ونشرت الحملة العديد من صور الناخبيين أثناء توجههم للإدلاق بأصواتهم ويأشارت إلى تواصل المشاركة مع أبناء الجالية المصرية بالسويد على مقار الاقتراع للإدلاق بصوتهم في الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين زي ما قلنا ده تالت أيامها واليوم الأخير كمان وأوضحت الحملة بأنه يمكن أيضا لنخبين بالخارج مشاركتهم بفيديوهاتهم وصورهم ومشاركة أبناء الجالية المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين وده عبر الصفحة الرسمية للحملة النهاردة كمان نظم عدد من مزارعي محافظة بني سويف وقفة خلال المؤتمر الجماهيري لأمانة الزراعة والرأي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم أكدوا خلالها حضورهم للفيوم للإعلان لتأييدهم بكل الحب لرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ولفت المزارعون إلى أنهم بيؤكدوا أنهم هيكونوا وفود حاشدة خلال الانتخابات لدعم الرئيس السيسي ويرددوا الهتفات المؤيدة له خلال المؤتمر حضر المؤتمر النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرأي بمجلس النواب وعلاق الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والسيد خليفة نقيب الزراعيين وأعضاء اللجنة المركزية لزراعة والرأي وعدد كبير من النواب أما الخبر اللي معانا الآن فهو عن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة اللي ألقى خطابا سياسيا هاما أمام الحاضرين بمؤتمر القاهرة الحاشد بمنطقة المرج وجه الدكتور عبد السند يمامة كلمة قوية تزامنا مع بدء تصويت المصريين في الخارج تناول ملامح برنامجه الانتخابي وتطرق يمامة إلى القضية الأهم عند المصريين دلوقتي وهي القضية الفلسطينية وقال الحقيقة أنه بيخاطب المجتمع الدولي كله وقال أن غزة في عيون الوفد والقضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتفات فهي مقبولة في العواصم الغربية لكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتفات فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنا واحد وده الحقيقة موقف الدولة المصرية اللي أكدت عليه بشكل قوي وقاطع وحاسم أنه خط أحمر فكرة التهجير لأشققنا الفلسطينيين لأن كده بتموت القضية الفلسطينية وسيد رئيس السيسي أعلن ده في أكتر من مرة وفي محافل كثيرة حتى كمان وقت ما كان في مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات أعلن أن هذه الأزمة السياسية اللي بتمر بيها المنطقة لا تقل أهمية عن مؤتمر الأطراف لكن دعمنا لأشققنا في فلسطين هو الشغل الشاغل لمصر ولن ولم يتم تهجير الفلسطينيين لأي مكان في العالم ولا حتى مصر خط أحمر واضح من القيادة السياسية ويعني أيضا المرشح عبدالسند يماما في هذا الخبر اللي تناولنا أما الرئيس أو المرشح الرئاسي حازم عمر أعلن أن حملته هيكون لها مؤتمر جماهيري رابع ويعني محدد ليه يوم الأربعاء القادم بمدينة بنها لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وطرح منقشة لمجموعة من الحلول اللي بيقدمها برنامجه لانتخابي كمرشح للمشكلات اللي بتواجه المواطنين وكمان قال أن حيكون قيادات الحزب الشعب الجمهوري ونوابه وبعض رموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا حاضرين ترجمة نانسي قنقر